اشتركوا في القناة ومتى هذا الكتاب إن شاء الله سيكون في معرض الكتاب القادم أو هو الآن في متناول الجميع والمقالات اللي موجودة لها قصص كثيرة للأمانة سواء مع الكاتب القدير مع ردود الأفعال مع أروقة المحاكم كثيرة هي هذه الأفكار وهذه القضايا وهذه المقالات تشيق الأمانة من مجرد أنت تقرأ العنوان تجد نفسك أنك أنت تبتح الصفحة على طول وتبتقرأ وعندما تقرأ مجرد صفحتين في هذه الصفحات تفهم المغزة وتفهم المعنى سعدنا نرحب بالكاتب الصحفية الأستاذ أحمد الصراف سأل خير سأل أحمد سأل نور شكرا على المقدمة اللطيفة أهلا وسلم فيك وشكرا لقبولك هذه الدعوة شرف لي شكرا إذا حبينا نتكلم سأل أحمد بداية عن هذا الكتاب كلام الناس ذكريات ومقالات من الذي دعا الكاتب أحمد الصراف لكتابة أو لتوثيق أو لجم هذه المقالات وكلام الناس سؤال لطيف بس الجواب عليه مو سهل طبعا هو عنوان يعني مشتق من عنوان زاويتي بالجريدة وذكريات ومقالات يمثل الواقع الكتاب نفسه يعني أنا غالبا ما أنا محلل سياسي ولا برماني ولا أكتب أهاجم الحكومة وهذا ما جاء فيه أشياء بسيطة غالبا أكتب مقالات لها صدى أو لها أثرت فيني في يوم من الأيام قاعد أحطها في مقال ويش أشارك القراءة فيها الحقيقة لما أكتب دائما الناس يقولون يا أخي أنت لشنو وصلت اش صلحت اش غيرت أنا مو شغلي هذا أنا ماني مصلح اجتماعي ولا أنا صاحب رسالة ولا أنا مفكر أنا إنسان عادي قاعد أكتب أوجه نفسي فمن خلال كتاباتي قاعد أحاول أصلح من عاداتي السيئة أحاول أصلح وأتخلم عن أشياء غير سليمة عندي أحاول أكون مواطن أفضل أحاول أكون إنسان أفضل من خلال الكتابة فإذا نجحت مع نفسي دائما أقول لنفسي إذا نجحت مع نفسي رح أنجح معه اللي أحبهم وأنجح مع القارئ اللي يقراها بس أنا مو هدفي أني أغير في المجتمع أو أعدل فيه المقالة اليومية يكتب بجريدة وينقط نادر ما الواحد يمسك جريدة ما لات أمس شن سندويشة بايتة ما أحد يحب يشوف مع أنه قد يكون فيها ثروة من المعلومات الجيدة من المقالات اللطيفة من المواضيع الصحية أو التعليمية فتنقط فحسيت وطبعا الناس تسافر والناس تروح حتى أكثر الناس إخلاصا لي أو حرصا على قراءة مقالاتي أتي إلى فترة ما يقدر يتابع لأنه يسافر أو يمرض أو ينشغل أو تصير ظروف معينة فدائما كان فيه يا أخي أجمع 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 قل عطنا المواضيع اللي أنت كتبتها بكتاب أنا استسهلت الحقيقة الموضوع بالبداية ففكرت أنه موضوع قصق قص ولزق فدخلت فيه معمع من المقالات ثلاث أربعة ألاف مقال وأقرأ 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 هذا أبي وهذا أبي فالناشرين ذات السلاسل لما انتهيت بعد ست شهور من تجمية شي يقول له ما يصير هذا راح يطلع لك مجلد ضخم لا يبشيل قلنا نرجع مرة ثانية صفي أصفي وأشيل وأشطب وألغي وطبعا كل ما قال مثل أي إنسان عادي أنا إنسان عادي كل ما قال لا ذكرى عندي لا معزة عندي لا تاريخ أبنائك إيه مو يعني الرواية تأخذ من الراوي أو الكاتب سنة سنتين أو ستة شهر حسب قدراتها عشان يألفها نعم بس هذه عصارة خمسة وعشرين سنة مهي غش مرة يعني هي المقالات هذه خمسة عشر سنة بس أنا أكتب من زمان بعد هذه وقبلها فخمسة عشر سنة من جهدي بالليل أقعد بالنهار بالمكتب أفكر بهالمواضيع أدش محاكم أطلع من محاكم أدفع أستلم شتائم تهديدات أشياء كثيرة مدح وقوف أيضا معاك الأخذ بيدك في هذه المواضيع فأشياء كثيرة أتعرفت لها وأنا ياه الآن بحطها بكتاب فهي ألغيها المقال هذا اللي سبب لي صعبة يقولون لي مثلا والله هذا العام مو وقته هالمقال ننصح فيه وفي صديق لي عبد المحسن مظفر حقيقة كان لدور أن أقنعني في أن أنا لازم أتخلى عن العيال ديلا خلص هذه العيال مربع أو لازم يروحون يعني لازم ينمحون أو تنساهم من سجلك مشاغبين يعني كان مواليدك هذيلا ترى فيهم علة وشيلهم واختنعت معاه فعلا كانت وجهة نظرة لنا لازم الكتاب مع هذا وصلنا إلى 460 صبحة كان الأساس 1100 صبحة من راح يقرأ الكتاب إحنا أصلا كشعب أو كأمة ما نقرأ وايد هالمرة يتحطهم هذا بعد التصفية أستاذ أحمد بعد تصفية التصفية التصفية فالكتاب هذا ليس قص ولزق ولكن قطعة مني فعشان كذي أنا أحاول أني أروج للكتاب أكثر ما يمكن ما في مسألة ما فيها ربح خسارة 100% لأن الريع الكتاب هذا مو خسارة بالنسبة لي ماديا ماديا خسارة بس اجتماعيا راح يروح رعا إلى جمعية رقية القطامي لأمراض السرطان ونحاول نساعدهم وساعدهم بمبلغ معين بالأول دفعة اللي بعناها فهذه الجمعية جمعية خيرية تهتم بخاصة بالسيدات اللي يصابون واللي ما عندهم وضع المالي ما يسمع لهم نعم فالهدف ليس تجاري لكن أكثر منه ثقافي وأبي أحط شغلة بين دفتين الكتاب لي هالمجتمع أننا نحاول نشجع فيه لا يكون الكتاب ممل ويقدر يقطه ويقدر يرجع لأنه مقالات صفحة ونص صفحة ونص كل مقال صفحة ونص صفحة ونص صحيح صحيح ولا لها تواريخ معينة ولا يتهاجم الشخصيات معينة ولا فيها انتقاد مجرد أننا نحاول أن نكون نحن كبشر ناس أفضل فحاولت أني أجعل من نفسي شخص أفضل من خلال مقالاتي نعم وأعتقد يمكن شوية نجحت بعدني جدامي طريج طويلة أني أكون إنسان أفضل رب يمدك بالصحة والعافية إن شاء الله لكن هذه المقالات لم يتم عليها تعديل في الوقت الحالي المقالات اللي وضعتها القديمة هذه العصارة هذه الخلاصة جمعتها مثل ما هي وضعتها أم تم عليها إضافات وتعديل ورتوش معينة لا 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 مثل ما هي يعني فيه أخطاء مطبعية هذا مثل ما هي أشياء بسيطة كمغزة المقال نفسه في حينه لا الأمانة التي طلبت أنه يبقى مثل ما هو بدون تعديل يعني ما أعتقد فيه شيء حقيقي أنه صار جذري على المقال أبدا جميع من يعني يأخذ هذا الكتاب ويتصفح هذا الكتاب وهذه المقالات المتنوعة المختلفة هل هي القضايا اللي كانت تكتب قبل 15 و 20 سنة وهذا مقالها موجود اليوم هل ممكن قراءتها في 2017 وتلامس الواقع نعم وأن لامست الواقع نعم شي السبع وش اللي ما تغير لا هي تجارب الحياة يعني أنا مثلا أعطيك تجربة كنت في راكب باص في إنجلترا وسألت الكومسري أو هذا وين أنزل عند مقتبة مشهورة فقالي المحطة الجاية هي أقرب محطة للباص يوقف فيها عشان تنزل تروح مكتبتك أنا وقف هذا الباص ما يوقف إلا بمحطة معينة أثناءها ما في مجال وقف وأنا نزلت فتلفتها طالعنا وين أي صوب أروح ما لقيت إلا الباص وقف عقب 20-30 متر ونزلت سيدة إنجليزية عجوز أمرها يعني أنا كنت شاب ممكن بالعشرينات وقتها وهي بالثمانين جتني كانت تقول لي يا أبني أنت نزلت محل غلط وقفت معي ترى محطتك بعد محطتين الكومسري ما قال لك مضبوط فأنا فكرت أن هذه قالت الكلمة هذه وتم تروح وقفت معي تنطر الباص نازل عشانك عشاني لأنه عرفتني أن إذا أنا خلتني هذا راح أضيع وآنا أجنبي وغريب وشاب صغير بالنسبة لها وقفت معي والدنيا بدأت تنطر أو شد مطرت قبل أن تنزل فأس مطر بسيط وفتحت الشمسية وقفنا اثنين تحت الشمسية تحت هالمطر هالمرة هذه فهذه النوعية من المقالات الموجودة ما لها تاريخ معين فما راح يأثر فيها لأنه إذا أنا أتمنى أن تقرأ الكتاب وأعتقد الضروري إن شاء الله السبعمائة شخص اللي اشتروا الكتاب إلى الآن عرفوا هالشي أنه ما في شيء لتاريخ معين عشان شدي لم أضع مع أي مقال إلا واحد أو اثنين تاريخ النشر لأنه تاريخها لا يعني شيء غير مرتبط بحدث معين صار بالكويت أو زلزال أو استقالة أو مجلس أو عملية قتل لا لا ما فيه شيء كلها مواضيع غالبيتها تجاربي بالحياة وذكرياتي أكثر منها مقال نشر بالجريدة ونقبت هل خضع إلى الرقابة أيضا مثل هذا الكتاب هل أنت تعاني من مقص الرقيب اليوم في هذه القضايا سؤال جدا جيد الحقيقة الكتاب عرض على المقال بس ما أعتقد كان صعب لأن الناشر قال لهم أن هذه مقالات نشرت في السابق بالجريدة وبالتالي ما عليها أي مشكلة فتمت الموافقة ولا أعتقد أحد قرأ 460 صفحة عشان يقول لنا هذا المقال الكتاب يرخص قضية الرقابة بالكويت هي قضية داخل الصحيفة نفسها وليس خارجها ما عندنا رقيب صحفي كان في فترة معينة بالكويت كان في شخص يمثل السلطة أو الدولة داخل الجريدة حاليا ما عندنا فالأمر متروك لمحرر الصفحة الأمر متروك أحيانا لرئيس التحريف أحيانا لجهة رقابية أو قانونية داخل الجريدة عندهم معايير معينة كل صاحب جريدة عنده مصالحة عنده خطوط الحمرة فأنت طالما قاعد تكتب ضمن هذه الخطوط فالمقالات اللي منعت لي بالعشرات ولكن لهم وجهة نظرهم ولهم مصالحهم يقول لك المثل من حكم في ماله ما ظلم هذه جريدتهم وهذه مؤسستهم هم أبخص يعني أنا ما لي حق أني أعترض شفهيا أزعل أوكي كيف ما تبي تكتب أنت حر فلقيت أن استمراريتي في الكتابة أفضل من أن أنا أتنقر وأقول ها منعت وبطل تكتب ما ضريت أحد إلا قرائي وضريت نفسي قبل القرائي تماشيت مع هذه السياسة اليوم بعد هذه الخبرة الطويلة وهذه العصارة وهذا الكتاب الآن كتابك تكتب فيما تشاء أنت مالك هذا المال أنت حر نفسك ألم تحاول تطعم هذا الكتاب ببعض الأفكار والمقالات اللي كنت محروم عنها محروم أنك أنت توصلها حق الناس بحكم أنك أنت احتراما لسياسة هذه المحطة واحتراما لسياسة هذه المؤسسة اليوم ما عطيت نفسك المجابل أنك أنت تكتب ولو صفحات قليلة يعني يمكن هذا موصر بس أول مرة أقوله في المقال فيه عدد من المقالات التي منعت ويوجد بالكتاب مقالات لم تنشر ولم تمنع أصلا وفيه بالكتاب مقدمة اللي هي علاقة بالذكرياتي ولو أنها قصيرة هم ما لها علاقة فالكتاب مثل ما قلت لك ما كان فقط قص ولزق كان جهد طويل عريب فيه اختيار 250 من خنقول 3000-4000 مقال وأضفت لمقالات منعت وما لقيت أن لها سبب أنها تمنع ولا تأثر ولا لها علاقة بالأمن الوطني أو طعن فيه أشخاص مجرد أن الجريدة يعتقدون أنه ما فيه لداعي هالمقال موجود بالكتاب وفيه مقالات حطيتها خاصة بالصفحات الأخيرة حطيت أكثر بالمقال لم ينشر ولم يمنع أصلا وراح يجيهم دور يوم الأيام وأحطهم بالجريدة أنا وأنشرهم ما لهم علاقة لأنا ما لهم تاريخ معين وفيه الذكريات مثل ما قلت لك فالكتاب ليس قص ولزق أبدا أبعد ما يكون عن ذلك هل ممكن هذا الكتاب أيضا يدخلك في أروقة المحاكم مرة أخرى كون أن فيه مقالات لم تنشر أو منعت من نشر بحكم سياسة هذه الجريدة هل تعتقد اليوم من يطلع على هذه المقالات ممكن أن يرجع عليك أو يرجع عليك استحالة لأنها ليست مقالات شخصية ليس فيها طعن في عقيدة في دين في مذهب في شخص معين أبدا فهي المحاذير عرفت الآن وبعد التجارب هذه تعلمنا يعني أن ما هي الخطوط الحمراء ما تتجاوزها وغالبيتها الحقيقة معقولة ومقبولة يعني يعني ليست مزاجية من رئيس التحرير أو المستشار القانوني أن أنا عايز كده لا هي منطقيا المفروض هذا المقال ما ينشر أو يعدل لأن فيه إساءة قد يكون لشخص معين أو ما يكون إساءة بقدر ما أنه يمكن يعرض الجريدة إلى دخول محاكم وهذه مسألة كبيرة لازم نعرفني أن مصلحتي أنا ومصلحتي الجريدة مختلفين وايد يعني أنا فرد فإن صارت قضية على الجريدة كبيرة جداً ورطهم يقولون لي تفضل بيتك وبطل تكتب عندنا بس فخسارتي أنا أني توقفت أني أكتب مع أني أنا ما أخذ أي مبلغ مقابل ما ما أكتب من 25-30 سنة لكن الجريدة خسارتها أكبر هذه مؤسسة فيها ميات الموظفين فيها مطابع فيها امتياز فيها فلا يجوز أن أنا من أجل أن أمشي مقال أعرض مصالح الجريدة وأصحابها وموالكيها لهذا الخطر صحيح فلا يجب أن أكون متفهم كثيراً جميل ما هي العادات السيئة التي تخلص منها ضيفنا الكريم من خلال هذه السنوات وذكرتها في بداية حديثك وما هي اليوم كنت تقول أني أنا أحاول أني أكون أفضل وأحسن وكذا كيف أصبحت اليوم بعد هذه التجربة وضروري أن أتعرف على العادات السيئة هذه هل تراها في مجتمعنا منتشر اليوم موجودة عند بعض المسؤولين سواء في الاقتصاد في السياسة في المجتمع في أصحاب القرار أم فعلاً العالم والناس في البلد في دولة الكويت تتحسن إلى الأفضل أم ترانا تراجع إلى الوراء بعد الفاصل أسمع منك الإجابة فاصل مشاهدين ونعود إن شاء الله أبقوا معنا سيد أحمد صراف وننطلق معاكم مع حوارنا وهذا اللقاء الجميل اللي جمعنا معاك ونحاول قدر المستطاع أن نستبيد من حضرتك ونأتعرف على هذه الأفكار وهذه الخبرة وهذه التجربة وهذه السنين الطويلة اليوم ما هي العادات السيئة التي تخلى عنها اليوم أحمد صراف يعني مثل ما قلت أن أنا بالكتابات أكلم نفسي أكثر ما أكلم القارئ إحنا نعيش في مجتمع نشكل فيه كمواطنين 27% خلق نقول 30 عشان نكون ثلث وثلثين المقالات والكتابة فيها والبحث اللي أنا قربتني أكثر للثلثين الباقين يعني إحنا قاعد نعيش مع هذا المقيم أو الوافد وما قاعد نعطيه أهميته في حياتنا مع أنه لا دور رهيب في تربية أبنائنا في تحضير أكلنا في سياقة سياراتنا في تشغيل محطات الكهرباء في تشغيل أجهزة في كل عمل اللي أنت ممكن تتخيله يوجد هناك وافد مخلص قاعد يشتغل مقابل أجر معين أو مكافأة معينة فهذه المقالات قربتني لهم أكثر لهذا السبب وقد يجد البعض أنه سبب واهي أنا غيرت ملابسي قطيت الدشداشة ولبست البدلة أبي أكون أقرب لهذا الإنسان وأروح وايد وزارات وأعمل بطريقة سيئة أحيانا كثيرة لأنه عندي مصالحي التجارية وكذا أحس بمعاناة هذا الإنسان وصرت إنساني أكثر يعني بطلت عندي العنجهية الوطنية وأنا كويتي وأنا لي وأحنا أنا الفخر لي والمعاملات لي والأشغال لي لا 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 أعتقد أن هذا الإنسان أنا لو ما كان عندي قصور وما أنا قادر أعبي مكانة كان ما جاني فالعيب فيني أنا مو في أهو فلازم مو بس أنا أحترمه أحترمه وأضعه في الإطار المناسب فالمقالات هذه خلتني إنسانيا أقرب لهذيلة من أن أنا لو مو كاذب ومستمر في حياتي العادية لأكون إنسان الكلاسيكي يعني أنا إنسان مختلف حتماً اللي أي واحد يعرفني يقولي إنسان أنت إنسان مختلف بس لا يعني أن أنا أفضل من غيري أنا مختلف يعني أنا لبست منطرون نعم وبدلة أنا مختلف عنك بأنك ذا بس جلاشة بس لا يعني أن أنا أحسن منك بس مختلف مثل ما أنت ترسم بألوان مائية نعم وأنا أرسم بألوان بمواد أخرى فأسلوبنا مختلف بس لا يعني أن أنا أفضل منك أو أنت أفضل مني أنا مختلف جميل فهذه هي أكبر فائدة أنا حصلتها في حياتي من وراء كتاباتي نعم يعني أنا تطرقت ما هي العادات السيئة التي تخلص منها الكاتب أحمد صراف حتى نوضح هذه النقطة أكثر يعني نوضح للمشاهد الكريم هل هي الحفاظ على الهوية الوطنية ومراجعاتك بالدشداشة والغترة والعقال والأمور هذه يعني شفتها بأن هذه عادة سيئة تخلصت منها وصلت أقرب إلى الثلثين بلبسك إلى البدلة والأمور هذه كلها أم كنت تهدف إلى شيء آخر لا يوجد شيء اسمه عاداتنا الوطنية أو تراثنا الوطنية حد شيء نحن نتكلمه وايد لأن ذوقنا في الموسيقى تغير نوعية ملابسنا تغيرت كانت الناس تلبس سديري في فترة من الفترات تلبس نعل نيدية تلبس عقالب وشطفة تلبس البشت أكثر من اللازم تلبس بوالتو بطلت هالأشياء هذه كلها اختفت بطل أحد يلبس بوالتو بطل أحد يلبس نعل نيدية بالقلة يعني الكل لابس يكرم السامعين جواتي نظيفة وإدلاغات والعقل صارت مختلفة يعني شون الهوية الوطنية أنت هويتك الوطنية أنك تحب وطنك مو أن تكون في ملابسك متساوين كلنا مثل بعض لابسين كلنا ديش هديش بيط لا أنا أبيك كمواطن أنك أنت تخدم بلدك تعمل عمل جيد تحضر في دوامك ممتاز ما تأخذ رشاوي ما تدفع رشاوي تتحافظ على المرور توقف في أماكن صحيحة تستخدم أدويتك بطريقة مناسبة هذا هو المواطن هذه العادات هذا هي الأصالة لما أنا أروح على أيامي أنا السوق هذا ينترك أروح محلات أبوي وكذا الأسواق قالت تنترك فيها البضاعة يقطون عليها خرجة ويروحوا البيت هذه الهوية الوطنية اللي اختفت مونا هو الهوية الوطنية أن هذا لابس عقال هذا مو لابس عقال إذن تغيير الملابس لا يعني هو تقربك إلى الطرف الآخر أو الثلاثين يعني كان ممكن تعيش حياته ومنت في زيك أنا بالضبط وأنا عايش حياتي في زيك أروح دواوي ربعي وأروح أقعد مع ربعي وربعي كلهم غالبيتهم كويتيين ما فيها شيء ما عندي ما عندي ما عندي الاستهجان أني أقعد مع لبناني أو فلسطيني أو أردني أو مصري أسولف معاهم وأتكلم لهجتهم كويت مفتوحة للجميع الجميع أرتاح مع هالإنسان غيرتني وانا أسوق السيارة مثلا يعني وانا سكت السيارة أول مرة سنت الثلاثة وستين نعم يعني ثلاثة وخمسين سنة أو أربعة وخمسين سنة وانا أسوق السيارة أعتقد فترة أخيرة يعني خيقول خمستاعش أو عشر سنوات الثانية أنا ثائق أفضل بسبب كتاباتي وأقرأ وانا أقرأ وأتعلم من القراءة وأضع هذه القراءة وهي التجارب ضمن مقال معين ولأني كاتب غير محترف فالمقال يأخذ مني جهد ويأخذ مني تعب فأتعب فيها المقال فأتعلم أقرأ أكثر فهذه الصفحات المئتين وأربعين لا تمثل فقط خنقول أربعة آلاف أو خمسة آلاف صفحة ولكن تمثل مئتين ألف صفحة أنا قريتها وآلاف الساعات التي أنا صرفت على القراءة فهي كمية هائلة من الوقت ملخصة من الجهد نعم من المقالات تلخصت فيها الكتاب فهذا اللي أحب الناس وأتكلم فيه وأبي أظهر في هذا البرنامج وأشكر لكم دعوتكم على أساس الناس تقول والله هالتعب اللي شفناه هالريال تعبه وهالوقت اللي أنفقه وهالتجارب اللي جمعها حطنا إياها في صحن صلطة بسيط لطيف للاك صحن صلطة ما قعد يفكر الطماطع هذه منيت الشون انزرعت الشون شالو ولكن أنت راضي عنه في ظل هذا التقليص أنت راضي عنه راضي طبعا راح يكون فيه كتب أخرى وعندي مؤلفات أخرى موجودة القصة بالبالي طويلة فهذه أشياء أخرى فودي الناس تستفيد مثل ما قلت لك صحن الصلطة هذا تفكر فيه لو تفكر أنت مين ياك ومين اشترك فيه شغلة كبيرة ليه سهلة مع أنها صحن صلطة فاستمتع فيه أكله تمتع فيه أكلك وتستانس نعم ولو تفكر فيه شونية راح تستمتع فيه أكثر أبيك تستمتع فيه هذا الكتاب جميل بقدر ما أنا تعب فيه جميل هذا الكتاب الآن وأنت تعلم اليوم ونحن فيه ظل الأمئة وأربعين حرف تقريبا نعم وحضرتك تفضلت وقلت وكل يعلم أن أمة أقرأ لا تقرأ وهذا الشيء مخزن الأمانة ومزعج للكثير اليوم من يقرأ هذا الكتاب لأحمد صراف ومن يتعرف على هذه المقالات ويقرأها مرة أخرى بيتمع عنها ويستمتع فيه منذ ما قلت هذا الطبق الصلطة الجميل طيب أنا شنو راح أستفيد شنو المفاتيح شنو الأبواب المغلقة اللي راح يفتح لي هاي راح يعرفني على واقعي بشكل أكبر هل سأتعرف على السلطة التنفيذية كيف تتعامل معاي اليوم هل سأتعرف على السلطة التشريعية هل سأتعرف على مجتمع اللي أنا عايش فيه وعايش حوالين هل سأتعرف على الثلثين اللي عايشين ومتعايش أنا وإياهم هل سأتعرف على هذا الجو هل راح أعرف كويت اليوم كيف أتعامل معاه شنك جاوبت على السؤال يعني سؤالك جدا جيد بس بطريقتك في طرح السؤال جاوبت عليه فعلا هو مضمون الكتاب أو المقارات اللي فيه قاعد تتعرض لي جميع هذه القضايا بطريقة أحيانا هزلية أحيانا جدية أحيانا بألم أحيانا بفرح فيها أشياء كثيرة يعني أنا فشلت في حياتي عشرات المرات إذا مو مئات المرات هذا الفشل علمني حطيته في وقال وقلت وين فشلت وقلت وين تعلم فإحنا ليش نكرر يعني اليوم مثل ما يقولون المثل ما في داعي اليوم إذا تبتدي الصناعة بالكويت إننا نروح نخترع العجلة العجلة أردي مخترعت وطورت وموجودة إحنا وفروض نيبها مثل ما هي فهذا الكتاب فيه شخص تعفي أنا أتوجه للشاب اللي عمره عشرين سنة المشغول بهذا التويتر أو المشغول بالرسائل الأخرى إنه ياخذ شوية من وقته ويقره الكتاب هذا ما أترجى من وراها شيء مجد ومبالغ خيالية إذا بعت منها ألفين نسخة أكون أنا أحد أبطال الكويت المشهورين يعني إنه باع ألفين نسخة من الكتاب فإنك تلاقي ألفين واحد بالكويت من سكان أربع ملايين ونص فضيحة مو لأن هذا الكتاب يعني يعلمهم شيء بس يا أخي يشتريه ومبلغه بسيط وابتدي فيه أن عجبك ما عجبك ما عجبك أنا أضمن لأي واحد يقرأ وتلفوني موجود بالقبس يقول لي تعالي عطني فلوسي لأنا دفعته ثمان الكتاب أنا بطلت أنا مستعد أرجع لمبلغه وإذا عجبه ما راح أقول لي لا يباد أدفع لي زيادة نعم لأن حسيت في وهذه حقيقة أن أكثر من أشخاص كثيرين شروا منه أكثر من نسخة وردوا ورجعوا وشروا واتصلوا فيني ناس مع الأسف يعني أنا أقولها مو كويتي مو من وطني وهذه لحجة على الهوية الوطنية ألاقي واحد من بيت الشوة عايش في إنجلترا مثلا نادل المائي لكويت وناس تصل فيني تقول لي مشكور على الكتاب من ياه يقول لي بعث لي يا ابن الشوة أو طرش لي يا ابن الشوة أو اشتراه منك وبعث لنا ياه بإنجلترا في ناس بإستراليا بأمريكا بالقاهرة شي غريب وير شون وصلت لهم الكتب هاي القراءة لا تعرف هوية يعني لا تعرف هوية قراءة لا تعرف هوية فودي أنا هالشي هذا ليش بس الإنسان أنت من باب الغيرة يعني أن تبقى أبناء وطنكم الأولى بالضبط أبي هالعربي اللي قرأ كتابي في لندن في نفس الوقت مو قبله ولا بعده أثناء نفس الوقت أنه يقراء ابن وطني أكيد ذاك لقى فيه شيء إحنا هم ممكن هذا الشاب هذا يلاقي فيه شيء أنا ما أتوجه للكبار أتوجه بهذا الكتاب للشباب لأن أعتقد فيه مادة تستحق حقيقة وما أرجع أقول مودعاية أنه يستحق أنه يطلع عليه نستفيد منه جميل قبل أن أختم مع حضرتك هذا اللقاء لا بد أن أتعرف على رأيك ضروري جدا الأمانة ونعلم تماما المدى الشفافية ونستغيب مع حضرتك أن نستفيد وأيضا كل المتابع مهتم في هذا المجال وتحديدا مجال الصحافة اليوم كيف ترى الصحفي تحديدا في دولة الكويت وفي الصحافة المحلية عندنا صحافتنا اليوم والصحفيين اللي يكتبون المقالات وكذلك من يرصدون الخبر هل هو الصحفي اللي في السابق موجود أم وهو أثر عليه عالم السوشيال ميديا ونجرف وراء هذه الوسيلة بدلا لا يستفيد منها يوظف أفكاره بل نجرف أيضا تحت طبيعة كتاباتها وتخلى عن أفكاره كيف تقيمها هذا التجمع سؤال ممتاز جدا وقاعد تسأل آخر واحد بالكويت يقدر يجاوب عليه آخر واحد أو أقول لك السبب علاقتي بالقبس كانت عن طريق الفاكس بعدين صارت عن طريق الانترنت فأنا لا أذهب للجريدة ولا عندي مكتب ولا عندي راتب ولا مكافأ ولا شيء فلا أعتبر يعني كاتب صحفي عارف مشاكل أو قضايا العمل الصحفي أو الكتابة اليومية ولا أشوف التلفزيون أبدا في مقالات موجودة بالكتاب أو أحد المقالات تركيز عليها أني أنا ما أشوف تلفزيون وفعلا من قبل وزوجتي قاعد يمكن تسمع البرنامج الآن نسافر مع بعض وتمر علينا عشرة أيام ما نلمس الريموت كنترول أبدا لا أقرأ الصحف لسبب معين ما أقراها ليس قلة في الاحترام وأحترمهم كلهم ولكن لأن عندي كم هائل من المقالات اللي براسي قاعد تون شنّة دبابير وأبقي أنا أسزلها أطلّحها وأكتبها فلما أجي أقرأ مقال كاتبة زميل لي أحس أن الأعلى لا سياً أرد عليه هذا اللي قاعد يقوله هو مو صحيح فأدخل فيе خصومة و أدخل في جهد أني أكتب و ليش أنت قلت هالكلام فبطلت فعلاقتي بالصحافة و عالم الصحافة و دنيا الصحافة بالكويت جدا متواضعة ليست ترفعا و لكن عجزا أنا عاجز أني أتابع التطورات كلها و عندي مصالحي تجارية ملاحقها و تأخذ وقت نحن طمعنا أنك حضرتك تجاوب على سؤالنا ما أذر يعني مراقب في النهاية و متابع رأيك اليوم ما أقدر أجاوب لأن منطلق الجهل و منطلق لا خوف جهل هذا جاوبة دبلوماسية سأنا عبد ما أعتقد من حضرتك في هذا الأمر بس طبعا فيه أشياء أمر عليها بسرعة لازم أعترف أنه فيه أواحد أو أثنين أنا أقرأ لهم وأحترمهم و لكن ودي يعني أشوف مقالات أقل بالصحافة المحلية يبدو أن رؤساء التحرير و هذا حقهم ما يبوني يزعلون أحد فكم المقالات اللي تنشر للأهم ما لها داعي هذه أنا ابتعت عنها دائما يبعثون لي ناس يقول لي مثلا اكتب يشوف طاعش كاتب هذا طاعش كاتب حرين هم كل واحد لو وجهت نظرة ليس لأن أنا أفضل من غيري أكيد أنا ما أني أفضل من غيري أكيد يعني ما في داعي لأكد عليه أكثر وأكثر ولكن أنا قاعد أتعب أني أتابع الجيد يأسرني وأخاف منه السيئ يتعبني و أخاف رد عليه فقلت يبقى أحسن شيء إذا حضرتك متابع ولا تريد إجابتك الدمناسية هذه شكرا على حضورك هذا اللقاء شكرا على تواضعك شكرا على كلام حضرتك ألف مبروك على هذا الكتاب نتمنى أن يكون متناول الجميع و يتعرفون عليه عن قرب أستاذ أحمد الصراف سعد جدا بلقائي معك و هذه المحاورة اللي جمعتني معك أترك كلمة الختام لحضرتك إذا حابت تقول شيء لا عندي أي شيء أنا مجرد أن أشكرك على هال و أنا سعدت أنك أنت ما طالعت أوراق الأسئلة التي أنت محضرها تلقائتك في الأسئلة كان في حوار جعل الحوار أجمل بكثير من أن يكون شسمك أحمد عمرك شكرا جزيلا طلعنا منها الروتين هذا و صار فيه مثل ما يقول تلقائية أكثر وأجمل من شديد شكرا على استضافتي شكرا جزيلا على هذه الشهادة اللي هي وسام واحتز فيها شكرا جزيلا ساذ أحمد شكرا كل شكرا لضيفنا الكريم أستمرين معكم مشاهدينا بعد الفاصل شكرا للمشاهدة